قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية يوم جمعة إن الحركة منفتحة على جميع المبادرات لإنهاء الصراع العسكري في قطع غزة على أن تشمل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في القطاع وصحب إسرائيل لقواتها وعملية إعدة أعمار للقطاع وتبدل الأسرة وتقديم الإغاثة لسكان غزة أشدد هنية على أن الأولوية في الوقت الراهن هي وضع حد لحرب إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني